صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر عايزين نتعرف بقى بشكل يعني معمق شوية ايه هو الامن السبراني ازاي احنا نقدر نحمي نفسنا وسط التحديات والتهديدات اللي احنا منشوفها ومنتباحها في الاخبار كل يوم الواحد بقى خايف جدا عافي من موضوع الامن السبراني والتهديدات اللي ممكن ان هي تثيبه بشكل مباشر صح يعني اولا هو الامن السبراني نتج نتيجة ان فيه جرائم سيبرانية فنحن نعرف الجرائم السيبرانية قبل الامن السيبراني الجرائم السيبرانية هي جرائم ضد البشرية جميعا ضد الدول ضد المؤسسات ضد الافراد بيقوم بيها عادة افراد وجماعات متخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات لكن يسيئوا استخدامها واللعيب في جرائم السيبرانية بشكل عام انها لا تترك شهودا يمكن استجوابها ولا تترك أدلة مادية يمكن فحصها ده جزء بقى صعب جدا انك تقدر تعرف ايه السبب دي نقطة تانية النقطة التالتة ان القراصنة اللي بيعملوا العملية دي في العالم مقصمين الى نوعين في قراصنة هو يطلق عليهم ذات اللياقات البيضاء لما الشباب المتطور جدا في مجالات تكنولوجيا المعلومات عنده حب اثبات الزات بيعمل جرائم صحيح لكن جرائم فردية ضد افراد وفسرقة الصور وابتزاز افراد باشكال معينة لكن دول بيطلق عليهم الهاكرز النوع التاني هي عصابات منظمة يطلق عليها الكراكرز ليها ارتباط بالموفية العالمية وعصابات غسيل الاموال والارهاب وتجارة المخدرات وليها صلة كبيرة جدا باجهزة المخبرات في العالم هم دول اللي يشكلوا هم دول نفس الناس اللي يعني بيتعاملوا على الدارك واب وتجارة الاعضاء وكلامها دولة تمويلهم بالمليارات لان في جهات كتيرة جدا لم يكون وراهم غسيل اموال مليارات وتجارة السلاح تجارة المخدرات والحاجات دي كلها مع اجهزة المخبرات دولة بقى احنا قلنا هنا الهاكرز بشعل على الافراد الكراكرز بيشتغل على اسقاط دول اسقاط مؤسسات عالمية التدخل في انتخابات زي ما دخلوا في الانتخابات الامريكية او الفرنسية او الهندية يقدر يدمر امن قوم لأي بلد هو ده الخطر في العصابات او الكراكرز اللي اتنين دولة السنة اللي فاتت خسروا الاقتصاد العالمي ستة تريليون دولار بما يوازي ستة في المية من حجم الاقتصاد العالمي تخيلن ستة تريليون دولار دولة يعني احنا اذا قلنا يعني حجم الاقتصاد العربي كله اتنين وعشرين دولة تلاتة وتمانية من عشرة تريليون دولار يعني يكاد يكون الدعف لما كان احتيال ونصب مباشر لا طبعا الخسائر بتيجي منين لاما سرقات لاما تدمير مؤسسة فاقتصادها يقف فمبيعاتها تقف وهكذا يعني مش على الافراد الغالبية العظمى بتبقى ايه مؤسسات ودول دي اول نقطة اذا النهاردة بما ان الجرائم السيبرانية نمت وبقى لها تأثير قوي جدا بدأت معظم الدول زي ما قالت لأستاذة بسانت النهاردة بقى امن قومي صحيح الامن السيبراني امن قومي وخاصة تنامى في العالم كله بعد الاحداث الاخيرة من بعد الحياة حرب روسيا واوكرانيا زاد الصرف عليه قوي طيب الامن السيبراني ليه استراتيجات كتيرة اهم جزئين فيه انت بتحمي فيزيكا المباني اللي فيها مراكز معلومات وديجيتال البرامج والتطبيقات ونظم التشغيل والبيانات والمعلومات اشتركوا في القناة